اشتركوا في القناة والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل أن تكون أول واحد كتتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر الإعجاب واشتراك وتفعيل الجرس بعد الخنوص دولي مغربي جديد يقترب من مجاورة شادي رياض ومزراوي في الدورة الأنجليزية بلغت فترة الانتقالة الصيفية مراحلها الأخيرة وقد تحمل مفاجأة كبيرة للعب الدولي المغربي زكريا أبو خلال الذي بات مرشحا لمغادرة فريق تولوز الفرنسي بحلول يوم الجمعة وفق خبر أورده موقع فوتمركات فإن صوت هامتون عبر عن اهتمامه بضم زكري أبو خلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وأوضح المصدر نفسه أنه في الوقت الحالي لم يصل أي عرض رسمي إلى الفريق الفرنسي لكن المناقشات ستجري بين الناديين في وقت لاحق ولا تعرف حتى الآن رغبة أبو خلال بشأن هذا الاهتمام من الدورة الإنجليزي الممتز علما أن قيمته المالية في موقع ترونسفين ماركت تقدر بعشرة ملايين يورو ومع ذلك يعد المغربي الذي وصل عام الفين واثنين وعشرين قادما من ألكمارا يعد أحد العناصر القوية في بداية الموسم منذ أن أشركه مدربه الإسباني أساسيا خلال الجولتين الأوليتين وجعله قائدا له خلال المبارية الودي الأولى ويبلغ أبو خلال أربع وعشرين عاما ويرتبط بعقد حتى عام الفين وستة ولم يتم التحدث عن رحيله عن فريق تولوز خلال فترة الانتقالات الحالية إذ كان رحيله على جدول الأعمال في الصيف الماضي بعد خلافات مختلفة لكن اللاعب بقي في النهاية وكان من المفترض أن يستغل الدولة المغرب موسم الفين وثلاث وعشرين الفين واربع وعشرين ليصبح قائد هجوم تولوز وكانت بدايته في البطولة استثنائية بتسجيله ثلاث أهداف في أربعة أيام لكن لسوء الحال توقف كل شيء فجأة على أرض الملعب في بروكسيل ضد يونيون سانجلواز حيث كان أبو خلال قد تعرض آنذاك لإصابة خطيرة في ركبته صعبت عليه استعادة تواهجه ويحتل فريق تولوز حاليا المركز السادس عشر في الدوري ويواجه بداية معاقدة للموسم بهازمتين في مبارتين عاجل سوفيان رحمي يخرج عن صمته بتصريح مفاجئ على تجديد عقده رسميا مع العين الإماراتية خرج الدولي والمغرب سوفيان رحمي عن صمته بخصوص تمديد مقامه في العين الإماراتي إلى غاية سنة الفين وتمانية وعشرين ليجهز على متطلبة عدد من الأندية التي كانت ترغب في انتداب اللاعب المغربية وهي أنديات من دوليات أوروبية والسعودية وقال رحمي في هذا الصدد قبل الأولمبياد تلقيت اتصالا من الشيخ هزاع رئيس النادي وحسم أمر بقائي وتجديد عقد مع العين وتبع بعد الاتصال قررت التمديد أن يتصل بك الشيخ في هذا تكريم والرد سيكون البقاء مع هذا الندي العظيم وجمهور وإدارة وأضف أتمنى أن أكون أهل الاتقالة أسنجت إلي بقيادة العين لتحقيق أفضل النتائج وسأعطي كلما في جهدي لنادي العين وأردف طموحنا كبير وهو الفوز بالعديد من الألقاب وجمهور العين لا يحتاج رسلة هو جمهور كبير أريد أن أشكره لأنه الداعم الأول للسوفيان صراعون بورتغاليون إسبانيون من أجل التعقد مع اللاعب الدولي المغربي نايف أكرد دخلت أنديات بورتول بورتغالي وفياريال الإسباني على الخط من أجل التعقد مع اللاعب الدولي المغربي نايف أكرد مدافع ويسترام يونيتد الإنجليزية بعدما بات خارج حسابات مدرب فريق المطارق لهذا الموسم ورفض المدافع المغربي العرض الذي كان يقضي بانتقاله إلى فولفسبورغ الألماني لموسم واحد على سبيل الإعارات نظراً لوضعه الحالي مع نادي ويسترام بعد خروجه من حسابات المدرب الإسباني جونلي لوبيتيغي الذي قام بإعادة تشكيل خط الدفاع مما دفعه للتخلي عن أكرد والزنبلي كورتزومة ويسعى النادي اللندوني إلى بيع نايف أكرد قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية بهدف تمويل صفقة ضم لاعب الوسط الإسباني كارلوس سولير بالإضافة إلى تخفيف عبء الرواتب المرتفعة إذ يتقاض أكرد 90 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً بحسب ما أوردت صحيفة القراضيان البريطانية جدر بالذكر أن أكرد انضم إلى صفوف المطارق في صيف عام 2022 بصفقة بلغت قيمتها 35 مليون يورو بعقد يمتد لخمس سنوات بوكامير يعود شادرياض في المنتخب المغربي ينتظر الناخب الوطني وليد راقراك نتائج الفعوصة الطبية التي سيخضع لها المدافع المغربي شادرياض لتحديد مدى خطورة الإصابة التي تعرض لها في لقاء كريستال بلس والنوريتش سيسية يوم التلتاء في كأس الاتحاد الإنجليزية ويتوقع وليد راقراك أن يغيب شادرياض عن مبارتي المنتخب المغربي أمام القابون واليزوتو في تصفية كأس أمام أفريقيا المغرب 2025 خصوصا وأن الإصابة تبدو على مستوى أوتار الرقبة وتحتج راحة ليست قصيرة ومن المرجح أن يضع راقراك تقته في المدافع الأولمبي مهدي بوكامير بعد المستوى القوي والصلب الذي أبان عليه في الألعاب الأولمبية لا سيما فايدا لغياب تنفسي عن رومانسيس ونيف أكرد موقع الكاف يكذب الوثقة المسربة بخصوص السوبر الأفريقي كذب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الخبر الذي رجى بخصوص السوبر ليغ وعدد الأندية المشاركة في النسخة الجديدة وطريقة تنظيمها ولحظ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف وجود وثقة مزيفة يتم تدولها عبر وسائل الإعلام تتعلق بالدور الأفريقي لكرة القدم وينفي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم صحة هذه الوثقة المزيفة وسيقوم الاتحاد الأفريقي في الوقت نفسها بالإعلان عن كل ما يخص الدور الأفريقي لكرة القدم عبر منصاتها الرسمية مفاوضات متقديمة تمهيد الانتقال الإدريسي من باتشوكا إلى كلوب أمريكا كشفت تقرار إعلامي مكسيكيا أن نادي أمريكا عود فتحبا بالمفاوضات مع نظري باتشوكا من أجل الضفر بخدمة اللاعب المغربي أسام الإدريسي بعد نهاية الدور الافتتاحية وحسب قناة فوكس سبور فإن النادي أمريكا استأنف المفاوضات مجددا مع نادي باتشوكا لحسم صفقة ضم الإدريسي إلى صفوف النادي في بطولة الختام للموسمة وأشار المصدر لأن المفاوضات بين الطرفين متقدمة وتسير في الاتجاه الصحيحة وفي حالي أتمرت عن اتفاق حول بعض التفاصيل العالقة فإن الإدريسي سيأخذ دور كلاسوار بقامس كلوب أمريكا وخذ الإدريسي 37 مباراة مع باتشوكا الموسم الماضي استجل خلالها 9 أهداف واستهم بـ 15 مررة حاسمة كما قد ناديه لتتوجب كأس الكونكا كف ترجمة نانسي قنقر